خلينا اتنقل مع حضراتكم سريعا لكرة اليد بسيدات الكابتن نصر عيد عبد الملك كابتن نصر عيد كابتن الفريق الاول لسيدات لكرة اليد واحسن لعبة في مصر ويمكن احسن لعبة كمان في افريقيا هي واختها الاثنين المحترفين بالخالق كابتن نصر عيد في تصريح مخصوص لبرنامج الابطال طبعا اختها مروع عيد كابتن مروع عيد انا مش محتاج طبعا اعرف الكابتن الكبير المحترف خارجيا في فرنسا خلينا أقول لحضراتكم أنه نصر عيد صراحت لبرنامج الأبطال وقالت أن الفريق جاهز يمكن السنة دي فريق كرة اليد السيدات في إحلال وتجديد وده وضع طبيعي في كل حتة أكبر رصيد للبطولات الدولية يمكن والمحلية هو فريق كرة اليد السيدات بدون منازع خلينا أقول لحضراتكم أن نصر بتوعى جماهير النادي الأهل أنه هيبزلوا قصارة جهدهم للعودة إلى المنافسة مرة أخرى في دوري المحترفين لكرة اليد أو دوري كرة اليد للسيدات خاصة أن نفاضل ثلاث مباريات أو ثلاث جولات وأول مباراة هيكون يوم 25 أغسطس مع اسموحة في اسكندرية كل التوفيق لنصر وكل التوفيق للفريق وخلينا أقول لك أنه لا الفاضل خمس جولات وإن شاء الله سيدات اليد قادرين على فعل المعجزة والعودة مرة أخرى للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز تعالوا نروح لجرافيك عشان نشوف ترتيب الفرق في الدوري لحد دلوقتي وبرضو بعدها نشوف جدول للمتشاط المتبقية ومواعدها الجدول الأول ترتيب طبعا في الشمس في المقدمة برصيد 27 نقطة يجي وراء النادي الأهلي برصيد 23 نقطة نادي سبورتينج يجي برصيد 21 نقطة في المركز الرابع سموحة برصيد 21 نقطة زي ما شفنا وزي ما ورنا لحضراتكم مفيش حاجة مستحيلة خمس جولات فرق أربع نقاط يعني مباريتين مفيش حاجة مستحيلة بس أعمل للعليا وانزل القعب الخمس مباريت وده اللي وعدت به نصر عيد عبد الملك إنه إحنا الخمس مباريت هيكون معنا طبعا خمس مباريت دول يعني هيتلعبوا كؤوس خلينا نروح لجدول للمباريت المتبقية ومواعدها أيضا طبعا عندنا زي ما حضراتكم شايفين أول مباراة زي ما قلت لحضراتكم يوم الثلاثة خمسة وعشرين أغسطس ما أسموحة بسكندريا مباراة مهمة خاصة أن أسموحة فريق جامد فريق بييجي في المركز الرابع السبت تسعة وعشرين أغسطس مباراة نادي التيران وهيكون في أهل الجزيرة صالة الأمير عبدالله الفيصل المباراة الثالثة هتكون خمسة سبتمبر في صالة نادي الزمالك مع نادي الزمالك السبت 12 سبتمبر هكون مع نادي سبورتينج في أهل الجزيرة والثلاثة 15 سبتمبر في صالة نادي الشمس مع نادي الشمس أكيد